لابد من ثلاث حاجات احنا بنتكلم على كيفية الاصلاح وينفع كده اكتر حاجة لازم نعرفها ان اذا كان الله ما انزل داء الا وانزل له دواء واذا كان الله سبحانه تعالى امرنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون واذا كان الله سبحانه تعالى امرنا ان احنا من نيقاس يبقى الحل الوحيد هو ان في ربنا كل ده يتغير بعد تلاتين سنة بعد خمسة عشرين سنة بعد تمانين عشرين سنة هيتغير بس محتاجين تلات حاجات ندور في البيت ندور في قلوبنا ندور عايزين تلات حاجات ايه تلات حاجات دولا ارادة واستقداد وامل ان احنا نريد ونكون مستعدين للتغيير ويبقى عندنا امل لا حد بقى يقول لي والله انا جاي يقول له والله ما فصل وجعاني ضهري وجعاني انا مش قادر والله اهم العيال كتر واحنا لسه عن عيده لا ارادة ويبقى مستعدين ان احنا نغير ويبقى عندنا امل طب نعمل ايه ممكن نقول شوية حاجات كده ممكن تساعد جدا 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 احد اهم الحاجات اللي ممكن تساعدنا عشان نعالج تحديات زواج الكبار اللي هو فيها خزلان وفيها تراكمات وفيها احساس بالضياع وفيها خلاص انا عمره راح كل حاسيس دي ممكن نركز بقى في شوية الحلول اللي انا اقولها لكم دي اول حل ان احنا نعيد تعريف الادوار نعيد تعريف كل دور ادوار الرجالة وادوار الستات ادوار الزوج وادوار الزوج ليه طيب لان احد مشاكل الزوجات انا بقول لكم بقى اللي احنا بنجيبه من غرف رشاد الزوجات احد مشكلات الزوجات ان هي دايما انتو قولك انا عشت الاب والام للأولاد ايه هو هتصدق الكلام ده يعني استنى بس ما حدش يقولها يقول لها هو بطبع انتحس كده الرجل جاي من كوكب تاني لانه مش فاهم انا دايما بقول للناس ان ان شغلتي اللي بشتغل الشغل الاضافية اللي بشتغلها بشتغل مترجم هترجم ستات للرجالة ورجالة للستات ليه هي لما بتقول له انا عشت بقوم بالدورين ايه طالبة حاجتين طالبة حاجتين ما لهمش تالت الحاجة الاولانية طالبة ان هي ترجع تحس ان هي واحدة ستة عندك ام اللي هي حاسة ايه حاسة ان هي ام الاولاد او حاسة ان هي من بقية متاع البيت ايه انا مش فاهم اصلي معنى الست الست غير معنى ام الاولاد ام الاولاد دي ممكن يقوم بها ناس كتير الست جزء منها ان هي تحس ان هي جزابة للرجل انا عارف انت هتقوله ايه طالبة هي تبصن نفسها بس انا بقولك اوه المعنى التاني اللي هي عايزة تقوله له يبقى المعنى الاولاني بتقولك انا عايزة حس ان انا بقى واحدة ستة لسه واحدة ستة المعنى التاني انها بتقولك انا انت ما بتنتنش لي انا يا تعبانة وعايزة اسمع كلمة حلوة وزيك اول حاجة لازم نعملها ان احنا نعيد تاني تعريف الادوار نمسك كده ونروح اسمين ورقة دي ادوار الرجالة ودي ادوار الستات هي لو قامت بدور تاني همتني ليها ودي ادوار الراجل يعني كونها وقفت مع السباك ولا اي حاجة ولا كونها جابت ما عرفش ايه ولا راحت جابت من المكان الفلاني كذا ده ادوار مش ادوارها فتشكر عليه شكرا يا زوجتي كونه هو راح ساعد اهلك ووقف جنبهم وعمل شوية حاجات ده مش دوره فهو عمل ايه عمل الكلام ده علشانك فتشكريه فنعيد تعريف الامر ده لان في بعض الاحيين بيتحاول الزوج في بعض الاحيين الى معاون خدمة وانت عايز تحبني تبقى تمعاون خدمة لا هو لو عاونك في ما تحتاجين تشكريه لان الحاجات دي ممكن ما تكونش في طاقته ولا هي فكل ما يحصل الامتنان كل ما الامر يبقى حسن يبقى نعيد تعريف الادوار مرة تاني طب نعيد تعريف الادوار ليه عشان نشتغل على ان الجواز عبارة عن حقوق واجباته بس ما حصلش لأ عشان نرجع تاني للأساس عشان ما حدش يكون متحمل اكتر من حمله ونعرف هنشكر بعض على ايه ونعرف قيمة كل واحد في حياة التاني طيب الحياة التانية الحوار الحقيقي لازم يبقى بنا حوار حقيقي لحوار عنادي ولا حوار مكايدة الحوارات جد دايما مع الناس الكبار لما يجوا يتحاوروا بيكونوا زهقانين من حوار ليه لان تاريخكم في الحوار كله حوارات مكايدة ايه دا يعني ننفع نتكلم مع بعض تاني اه ينفع تتكلم مع بعض تاني ولما تتكلم مع بعض تاني إلا يا حسر تتكلموا بهدوق ولما تتكلموا بهدوق تتكلموا بايه تتكلموا عن المستقبل والسعادة واحنا لسا نتكلم عن المستقبل والسعادة ما خلاص مستقبل راح لا لا خالص مش هقولكم فيه ناس بيبتدي بعد الستين لا 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 خالص الحياة ليست ملكا لنا لنقرر انها انتهت ولا نقرر ان النهاية اقتربت احنا طول الوقت مطالبين ان احنا نعمل بانفتاح ودايما الحكمة اللي بحبها من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحلم احلاما كبيرة واذا قامت القيامة وفي يدي احدكم فسيدة فليغرسها مستقبل لازم نعيش المستقبل تالت حاجة لازم نعملها يبقى حوار حيي حوار حيي ايه ميزة حوار حييي انه دائم ونتكلم فيه عن حكتين المستقبل والسعادة ازاي مستقبلنا مع بعضا يكون ازاي ونحط اهداف وازاي نبقى سعادة تالت حاجة مهم ان احنا نترك فكرة بيرددها بعض الازواج بيقولوا ده طبعه كده او ده طبعها كده كل الناس قابلة للتغير وطالما عندهم حرص على استمرار العلاقة يبقى اوما عندهم استعداد ان هم يتغيروا عندهم ارادة ان هم يكملوا الجواز يبقى عندهم محتاجين بقى ننشط غضة الايه الاستعداد فنبقى مستعدين رابع حاجة محتاجين ان احنا نتكلم عنها ان احنا عايزين نحدد الاولويات فيه اولويات كبرى وفيه اولويات متغيرة ممكن نتفاوض عليها يبقى احنا نحط الاولويات اللي عندنا ونبتدي نشتغل عليها والحاجات الثانوية او التالية نعمل ايه؟ نجدولها بس فيه حاجات لازم نبتدي بيها والامر الخامس والمهم لازم نغرق بعض واحنا كبار في الكلام الحلو فيه حد يقول انا اكلمها حلوة اقولها ايه؟ اقولها شكلك ومنظرك ما هي عارفة ان شكلها ان هي كبرت وشكلها ما بقاش حلو مالكش دعوة اقولها ان هي جميلة وعنى انا افضل اقوله انت حبيبي وانت سنة دي سنة دي ايه ده بيدوس على العكاز او بيروح للدكتور عشان الديسك اللي عنده ماركيش دعوة وقولوله انت سنة دي بس ماركيش دعوة غرقوا بعض في الكلام الحلو كل ما تغرقوا بعض في الكلام الحلو كلام الحلو ده بالضبط عامل زي الطبطب على القلوب لو سمحتوا اقولوا لبعض كلام حلو وقولوا للناس حسنة كل ما واحد فينا يقول الكلام حلو للتاني كل ما يحس ان هو لسه موجود عايزين تحسوا ان انتوا لسه موجودين مهما كنتوا كبر في السن اقولوا لبعض كلام حلو لما تقولوا لبعض كلام حلو الكلام الحلو بيجدد حيات الزواج يلا نكتهد ونشتغل على اللي احنا بنقول عليه ده وانا مش هسيب حد ايا كان الحد ده كبير صغير لسه مبتدئ مخضرا في الجواز إلا ونكلمه عن مشاكله اهلي وناسي وحبايبي وديش صنعاتي ده اللي اقدر اعمله وده اللي ربنا اقامني فيه وعشان كده اكلهم بجد اعملوا اللي احنا قلنا عليه الخمس حاجات اللي احنا قلنا عليهم دي وبطلوا الايقابية وعيشوا ان فيه مستقبل وبدأوا بي ان يكون عندنا ارادة يكون عندنا استعداد يكون عندنا امل وربنا سبحانه وتعالى كريم ودود ازاي انتوا تكونوا في السن ده وشفتوا بتعلموا الناس دايما انهم يتعلقوا برحمة الله واي حد عاش في مشكلة تقولوا له الخير جاي ازاي بتقولوا الكلام ده وتقولوش لنفسكم بالكلام ده تعالوا نتوكل على الله وننفذ الخطة الخمسية اللي احنا قلنا عليها دي وان شاء الله ربنا يكرمنا ويفتح علينا ويبرك لنا اشتركوا في القناة